انطلقت فعاليات دولية أو فعاليات الدولية الرابع للشباب تحت عنوان من أجل المناخ إفريقيا في القلب والذي استضافته جامعة الأزهر وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن جهود الجامعة في تطبيق التجارب المصرية الناجحة في تخفيق ومعالجة الأثار الناجمة عن تغير المناخي جعلتها بيت للخبرة إقليميا في القارة الإفريقية لافتا إلى أن المنتدى يسعى إلى العمل على سد الفجوة بين الخطة الحضرية الجديدة كلغة تخاطب دولي من خلال هذا المؤتمر حنقدر يعني نعرف المشاكل اللي بتواجهها الدول الأفريقية من خلال شبابهم وإزاي يكون الشباب جزء من الحل لأن الشباب أو خطط التكيف والتخفيف اللي هتقوم بها الدول الأفريقية بتقوم من أسفل إلى أعلى تأكيد إحنا كمجتمع أنه هذا لابد أن نكون حارسين على الاستفادة من هذه القمة وكمان علشان الشباب اللي عندنا اللي موجودين في تخصصات مختلفة يكون عندهم مفهوم التنمية المستدامة ومفهوم التحول الأخدر يعني النهاردة لما يكون عندنا شباب خريج كلية تجارة وإدارة أعمال لابد أن هو يكون فهم مسألة التحول الأخدر مسألة الاقتصاد الأخدر مسألة دراسة الجدول البيئية لأنه لن يكون هناك مشروعات معتمدة في الفترة القادمة ما بعد القب ليس لها بعد بيئي الممتدى نحن مشاركنا فيها واستفدنا كثيرا خلاصة ما أخذت من هذه الممتدى أننا لابد أن نحافظ على البيئة بيئة بأكملها إن لم نحافظ عليها سوف تعبر وتعبيرها هي درجة الحرارة التي ترتفي هذه والسيول والفيضانات التي نرى يعني ليس بعيدا حدث فيضانات في إفريقيا الوسطى يعني نتيجة ذلك تبين لأنها تلوث في البيئة فلابد أن نحافظ عليها جدا